تنفيذا للتوجيهات السامية من جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء باشرت وزارة الخارجية بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين والمقيمين في جمهورية السودان حيث تم إجلاء 92 مواطنا ومقيما من الأراضي السودانية فقد وصل إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي عدد من المواطنين البحرينيين العالقين في السودان قدمين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة لاستقبالهم في المطار وتوفير التسهيلات المطلوبة وإجراء الفحوصات الصحية اللازمة للإطمئنان على سلامتهم هذا وتعرب وزارة الخارجية عن الشكر وتقدير مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجهة المختصة في البلدين على ما قدمته من تسهيلات ودعم تام لتسهيل وتيسير عملية الإجلاء مؤكدة أنها على تعاون وتنسيق دائم ومستمر مع السلطات المختصة في كل من السودان والسعودية والإمارات ومصر من أجل إجلاء المواطنين البحرانيين والمقيمين في السودان وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن